أقرت اللجان النيابية المشتركة قانون سلامة الإغذاء ليصبح القانون واقعاً بانتظار أن يقر في جلسة عامة للمجلس يتوقع أن يدعو إليها الرئيس نبيه بره قانون وصفه رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني بالعصري الذي سيحمي الإغذاء من المنشأ وحتى المائدة وهو جزء أساسي لإنجاه حملة سلامة الإغذاء كما أكد وزير الصحة والأبو فعور لأن استمراريتها ترتبط بالتشريعات والإجراءات التنظيمية والقانونية وقرت اليوم وبكرر كان يمكن أن تكون أفضل حفظت صلاحيات الوزرات من جهة ومن جهة أخرى حفظت على دور للهيئة وصلاحيات للهيئة ربما القضاء لم يكن رشيقاً كما يجب أن يكون منذ البداية ولكن بالأمس كان في اجتماع مع وزير العدل ومع مدعا عام التمييز والقضاء بدأ يخذ حيزه بهذا الأمر ربما الأمور بطيئة إلى حد ما ولكن أنا قلت من الأول هذا الإصلاح لا معنى له إذا لم يقترن بإجراءات قضائية تم الاتفاق على تخصيص مدعين عامين في المناطق وقضاء تحقيق في المناطق لمتابعة مسألة سلامة الغذاء إقرار القانون قد يمنح اللبنانيين الأمل بنجاح الحملة لكن العبرة في التنفيذ ولذلك عاد النائب مجدلاني والوزير أبو فعور إلى التذكير بضرورة تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة نرى تقصيرا فاضحا خاصة في المطاعم والمقاهي والأماكن السياحية الأخرى من قبل الوزارات المعنية بتنفيذ هذا القانون وفي مقدمها وزارات الاقتصاد والسياحة والصحة فإلى متى هذا الاستهتار بصحة الناس منذ يومين تم فرز عدد من المفتشين الصحيين متخصصين بمسألة التدخين في المطاعم لأنه بعض المطاعم وبعض المؤسسات بفكروا أنه إذا وجهة الدولة متوجهة إلى سلامة الغذاء فيعني التدخين مسموح لا مش مسموح وهذا ما دفعنا إلى السؤال عن آخر تلك الخروقات والتي ارتكبها الوزير نهاد المشنوق في حرم وزارة الداخلية وزير الداخلية نهاد المشنوق كان عم بدخن سيجار بألف وزارة الداخلية فشو رأيكم بهذا الشيء؟ رح نبعط له زبط أكيد القدوة السياسية المثال السياسي يجب أن تعطيه يعطيه الوزراء والنواب بالتأكيد فعلياف الوزير أبو فعور بوعده ويغرم الوزير المشنوق لمخالفته القانون ترجمة نانسي قنقر